إلى تونس الآن الرئيس التونسي قيس سعيد يحسم الجدل الحكومي ويقطع الطريق على مناورة حركة مهضة بشأن الحكومة سعيد يؤكد أنه لن يتشاور مع أي كان إلا في حال استقال رئيس الحكومة أو تم توجيهه لوم للحكومة يأتي ذلك فيما تتواصل ضغوط النواب المعارضين للدفع نحو سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوش فكيف تستفيد المعارضة من قرارات سعيد وهل ينجح المعتصمون في تأمين أكثرية معنا الآن من تونس المحامي والناشط السياسي عماد بن حليمة أستاذ عماد مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار إذن الأمور ما زالت مائعة بين قوسين حتى الآن هناك تحركات في البرلمان وهناك مواقف أطلقها الرئيس سعيد فيما يتعلق بالمشاورات إلى أين تسير الأمور وهل أولا سيمكن جمع الأصوات الكافية لنزع الشرعية عن السيد الغنوش شكرا تحية لك وإلى كل متابعي قناة سكاي نيوز عربية الحقيقة هذه المبادرة بسحب الثقة من راشد الغنوش ليست فقط هي مبادرة من المعارضة الأمر الغريب الذي يحدث وأن ثلاثة أربعة من أربعة مكونات السياسية للحكومة هي التي تقود هذا المشروع وهي حركة الشعب والطيار الديمقراطي وحركة تحية تونس وهي حزب رئيس الحكومة السابق يوسف الشهد يعني مكونات والمكونات السياسية هي أربعة إذا أضفنا لها حركة الأخوان ثلاثة مكونات هي الآن من بين القوى البرلمانية التي تقود هذه اللائحة هذه اللائحة حسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان يجب أن تحظى بإمضاء 73 نائب يعني ثلث النواب زائد واحد يعني النواب عددهم 217 حتى تمر على الجلسة العامة إلى اليوم هي حصدت أكثر من 73 إمضاء وهذه اللائحة يجب أن تكون مبررة وبها الأسباب التي تبرر طلب صحب الثقة من راشد الغنوشي وتنحيه من رئاسة مجلس نواب الشعب الأسباب كانت واضحة التدخل في ملفات دبلوماسية من اختصاص رئيس الجمهورية والتكلم باسم البرلمان التونسي دون حصول على ترخيص من النواب الشعب وأخيرها تورت الغنوشي في الملف الليبي ومحاولته الاستفاف وراء المحور التركي وتقديم مواقف تورة الدولة التونسية وضد الموقف الرسمي للدولة التونسية كذلك سوء إدارة البرلمان خرق النظام الداخلي للمجلس وخلق جهاز موازي للجهاز الإداري للمجلس لإسقاط كل اللوائح وكل القوانين وكل المشاريع التي لا تتماشى وتنجه حركة الأخوان كل هذا ولكن اليوم الطلبات تمت تعليق السقف اليوم الأمر لم يعد متعلقا بسحب الثقة فقط من الغنوشي لكن بعد بيان مجلس شورى حركة الأخوان سنعود إلى بيان المجلس أستاذ عماد وموقف الرئيس قيس سعيد بعد قليل ولكن دعني أسألك عن مسألة سحب الثقة من السيد الغنوشي الآن الأصوات على ما يبدو تم تأمينها فيما يتعلق بقبول النظر في مسألة طرح الثقة ولكن السؤال الأهم هو هل الأصوات موجودة لنزع الثقة بالفعل وهذا يعني 109 أصوات من أصوات النواب هل هذا العدد متوفر حتى الآن برأيك؟ هذا العدد لا يمكن الحسم فيه إلا بعد تقديم اللائحة لأنه لما تقدم لائحة سحب الثقة لمكتب المجلس هناك ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير حتى تنعقد الجلسة العامة للنظر في هذه اللائحة أعتقد أن الأصوات ستكون أكثر لأن اليوم هناك أكثر من 90 إمضاء بدون اليوم أكثر من 90 إمضاء لتقديم اللائحة لأنه لتقديم اللائحة لمكتب المجلس يجب 73 يوم ثم أكثر من 90 إضافة إلى أصوات الدستوري الحر ثم هناك عقد اتفاقات جديدة ستتم لأن هناك توجه جديد الأمر لم يعد يقف عند عزل الغنوشي من رئاسة المجلس بل تجاوز ذلك إلى تشكيل حكومة جديدة بدون الإخوان ودعوة الإخوان للالتحاق بصف المعارضة إذا ما تم تعليق الصقف السياسي للطلبات الآن فبالطبع ستكون هناك تحلفات جديدة لأن اليوم المعركة واضحة في تونس المعركة ليست معركة ديمقراطية المعركة هي معركة وطنية والتناقض الرئيسي اليوم هو بين الأخوان بين من مع الإرهاب وبين من مع العمالة والأجندات الخارجية ومن مع القرار الوطني كل الخلافات الأخرى بين العائلة الديمقراطية هي خلافات جانبية الخلاف الرئيسي أو التناقض الرئيسي اليوم بين مشروع الوطني ومشروع أخوان الدولة دعنا نعود دي أستاذ أماني يكلف السيد الغنوشي إجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية والأحزاب والفعاليات للاتفاق حول مشهد حكومي بديل هكذا جاء في تصريحات النهضة لنستنع إلى تصريحات الرئيس سعيد المتعلقة بهذا الموضوع يمكن أن تحصل أي مشاورة مع أي جهة كامل لتشكيل حكومة جديدة مدام رئيس الحكومة هو رئيس الحكومة كامل للصلاحية وليس رئيس حكومة لتصريف الأعمال أو رئيس حكومة تم توجيه لأي أحد لهم ذلك يعني هذا الخبر عارا عن الصحة تماما ولن أقبل به مهما كان الاتزام لمن اتزامت به أمام الله وأمام الشعب أستاذ عميات موقف واضح من الرئيس سعيد أنه رئيس الحكومة ما زال موجودا ولم تتم استقالة أو سحب الثقة منه وبالتالي لا مجال للمشاورات هل هذه صفعة في وجه حركة النهضة برأيك طبعا هذه صفعة كبرى وحتى الصورة فيها كثير من التعبير لأن الصورة جمعت رئيس الجمهورية برئيس الحكومة وبالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ومن يقول الاتحاد العام التونسي للشغل يقول المنظمة العاديدة القوية التي تعد للمشهد السياسي يعني اليوم واضح وأن هناك استفاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والصورة تغني عن كل تعليق وهي صفعة قوية للأخوان وأنا أعتقد شخصيا ودعم ما قلته منذ قليل وأن هناك توجه لإخراج الأخوان من السلطة طيب دعني أقاطعك هنا أستاذ أماد لأنه في الأخبار العاجلة تشير إلى أنه رئيس الحكومة على ما يبدو يعني عازم على إجراء تعديل حكومي كيف نقرأ هذا الموقف في ظل كل ما تحدثنا عنه؟ هذا تدعيم لما كنت أقول أن رئيس الحكومة اليوم عليه أن يفر إلى الأمام هو أمامه إما أن يستقيل أو أن ينتظر لائحة لوم سيعدها الأخوان واليوم بالمشهد السياسي المتقلب كل لحظة في تونس حتى لو أعدوا الإخوان لائحة لوم ليسوا متأكدين وأنه سيقع صحب الثقة من إليس الفخفاخ لذلك مطلوب من إليس الفخفاخ وهناك عديد الأصوات التي تعالت في تونس تنادي إليس الفخفاخ بالهروب إلى الأمام الأمام وإدخال تعديلات على التشكيلة الحكومية وإقصاء الإخوان من المشهد الحكومي شكرا جزيلا لك الأستاذ عماد بن حليمة المحامي والناشط السياسي كان معنا من تونس